السلام عليكم ورحمة الله اخوة الكرام مرحبا بكم في هذه الأمسية الطيبة اللي ان شاء الله غدي نخدم فيها مع الولدات ديال أولى بوكالوريا سأل الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا هذا واحد المباشر خاص بالتصحيح واحد الامتحان في مادة التربية الإسلامية اللي كيشمل دروس الوحدة الأولى وهو امتحان تصاغ معلاش كل امتحال الجهوي تقريبا لان امتحال الجهوي اضافة الوضعية كيكون الأسناد ديما الامتحال الجهوي كتكون الوضعية وطبعا تكون الوضعية كبار من هذه بزاف فهذه الوضعية تقريبا كي ننهي 3 ديال الدروس لكن غالبا الوضعية في امتحال الجهوي كتقدر تضم حتى الـ 7-8 ديال الدروس فلذلك كتكون الوضعية وكيكون الأسناد صافي؟ الأسناد غالبا كيكون السنة الأول عبارة عن آية ولا حديث والسنة التانية كيكون مثلا آية وتانية ولا حديث أو لا قول لي الشي عالم في مسألة قرأتها صافي؟ مزيان إذن دابا إن شاء الله سنحاول أن نضبط هذا شيء مزيان بإن الله ونضبط طريقة الإجابة على أسئلة الامتحان صافي؟ أنا هم تعمل مع هذا الامتحان هذا ماشي كفرد صافي في القسم غادي يدوزوا وإنما بحال الامتحان جهوي غادي نحاول نعرف الأخطاء التي يقعوا فيها التلاميذ أثناء الجواب على بحال الأسئلة هذا صافي؟ إذن قرأوا الوضعية إن شاء الله ونبدأوا على بركة الله عاشت رقية في رعاية أمها بعد وفاة أبيها معززة ومدللة ومدللة هنا من الدلال ماشي مدلولة كيلي كيفهم منها مدلولة لا مدللة لازع ما من الدلال كيدللوها تفقنا كيدللوها ويديروا لها شنوبغات مزيان فهي وحيدة أمها التي أنجبت أربعة من الدكور صافي؟ هذه هي مسكينة بنت وعندها أربعة دي الخوتة دكور تباك الله واحدين تسيك في الأخر مزيان احنا شكنا الأدرقية دي ما لمسكينة معززة مدللة صافي؟ ماشي معزة ماشي معزة واحد تكتبنا معزة مدللة مزيان فهي وحيدة أمها التي أنجبت أربعة من الدكور سارت نوازع الغيرة لديهم ألمك ترجعت لديهم؟ على أربعة من الدكور نتيجة لما يظنونه تفضيلاً لروقية عليهم بمعنى بدوك يحسوا بلي هذه الرقية مفضلة عن دمهم عليهم هما مزيان فسار على الأخ الأكبر إلى تزويجها من ابن عمها المعروف بعدم تحمله للمسؤولية مزيان مزيان يا إخوان قولوا لي حتى الحد الآن شحال من درس درنا دابا شحال من درس شرنا ليه في هذه الوضعية وبطبيعة الحال اللي ما جاوبش أصلاً على هذه المتحان تقدر تبدأ توقف وتبدأ تجاوب بعد تسمع الجاوب اللي سنجاوبوا إحنا إن شاء الله مزيان عدنا الدرس ذيال الزواج وعدنا الدرس ذيال تحمل المسؤولية الوفاء بالأمانة وتحمل المسؤولية مزيان فاستسلمت زعم الرقية للأمر راضية بقضاء الله وقدره راضية بقضاء الله وقدره بعد أن طمأنتها أمها أن أخاها قد اشترط على زوجها معاشرتها بالمعروف والمسلمون عند شروطهم صافي مزيان إذن باختصار باش نفهموا هذا الوضعية هذه هده رقية هذي كانت معززة مكرمة في بيت أمها كان مع أربعة من الذكر إخوان لها غاروا من شدة اعتناء أمهم بها فسارع الأخ الأكبر ليخراجها من البيت كيفاش غاد يخرجها من الدار يزوجها صافي صفتا اكسبورت على الشي واحد شكونا واد شي واحده هو ابن عميها ابن عميها ما كيت تحملش المسؤولية صافي هي مسكينة استسلمت للأمر راضية بقضاء الله وقدره من بعد ما طمأناتهمها أن هذا هو هذا صافي اشترط على على هذا ولد عميها اللي غيرتزوج بها أنه يعاش راب المعروف أنه إذا ما يتعمل معها مزيان صافي أولا حدد القضية المؤطرة للوضعية أولا حدد القضية المؤطرة للوضعية مزيان هذا السؤال هذا أيها الأحباب الكرام طيبون طيبات راه ديما ستلقاه في الامتحال الجهوي صافي ديما ستلقاه في الامتحال الجهوي صافي ديما 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 هذا السؤال دا ديما ستكون ديما 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 دي هالدروس لدينا في هذه الوضعية اللي هي صغيرة او قصيرة نسبيا تفقنا مزيان شنو من الاخطاء اللي كيديرو التلاميذ من اللي كيبغو يديرو القضية كيلي كيمشو كيكتب ليه ملخص دي الاحداث اذا بحل شي 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 فيلمو كي دي لرزومة يقول لك اه اه مثلا اه عايش او لا مثلا حياة رقية في بيت امها معززة ومكرمة وغيرة الاخوان منها ومسرعة اخيها الاكبر الى تزويجها من ابن عمها الذي لا يتحمل المسؤولية واستسلامها لقضاء الله وقدره وتيبقى يكتب ليه في الملخص خطأ عمرك ما تعتبر باللي هاد القضية هي انك تمشي وتكتب ليه ملخص للاحداث اذا اول خطأ كيوقعو فيه التلاميذ هو انهم تبدو يلخصوا الاحداث ويكتبوا الاحداث هذا غلط الغلط التاني اللي كيوقعو فيها بعض التلاميذ في الوضعية اللي كيبغو يحدوا القضية هي انه كيكتبها على شكل عنوان علش كل عنوان تيقول لك مثلا زواج عقية تعفقنا مطيشة ولبس الله مهم تكتب ليك عنوان تكتب ليك عنوان كيحاول يشوف شي حاجة وتيدي عنوان لا القضية ماشي هي عنوان صافي القضية ماشي هي عنوان دايما يا الحباب الكرام القضية ننطلق عموما انا ما غديش ندويم لكم دابع لكي فاش كنصغ القضية حتى شي لايف ان شاء الله ونديع معكم المنهجية صافي لكن رأى اول حاجة كنشوف القضية واش فيها توافق ديال الانراء او لتضارب ديال الانراء وقبل كنشوف واش هاد الوضعية هذي مثلا فيها انه حضرت مثلا ندوة بعنوان وفي هادك العنوان هنا تعامل وحدة اخر صافي لكن من الافضل انه مثلا عندنا وضعية قصرة بحال هذي فغدي نشوف اشنا هم الدروس لعدنا وغنشوف الدرس المركزي اللي ضيرا عليه هاد القصة هذي ومنه غذي نطلقو صافي منه غذي نطلقو في ذكر هذي القضية هذي هي على نقطة واحدة على نقطة واحدة ياك ولكن يا اخوة الله يرضي عليكم راه الاستاذ باش تقول له بو نارت صحيح ملكة تعطي الورقة ديالك خسكت بيلي انك انت من هذي تيبان تلميد من هذي تيبان تلميد واش مزيان ولله صافي هاد السؤال هذا ينبيوك ويخبروك يبلغو لي الاساد واش انت غذي تكون مجاوب زيان على هذي او لله علاش لان هذي كتخليني نعرف واش انت فاهم ولله تفقنا ابحال شي واحد يالله غذي يبديدوي اول كلام كتحكم بي على شنو غذي يجي من بعد صافي اذا السؤال دي جيد مهم وان كانت عليها نقطة فما تضحيش بيالله يرضي عليك زيان لكتب لي الزواج احكامه ومقاصده ولكتب لي الزواج هذا عنوان صافي الدرس المركزي اللي عندنا عندي المسؤولية هادي المسؤولية هذي مشي درس مركزي صافي مشي درس مركزي مركزي دكشيناش غادي يمشي نشوف مثلا الزواج تفقنا نشوف الزواج عندي الزواجنا واش كيدو رد شي كامل على الزواج ولا لا طبيعة حالي لحاولنا نلخص هاد الوضعية هذي غلقوا باللي عندنا فيها قضية الغيرة صافي هه اللي بدتنا تصدع الرأس كامل وعدنا الزواج وعدنا أن هذه الزوجات من واحد السيد لا تحمل المسؤولية وعدنا أن هذه السيدة راضية بقضاء الله وقضاره إذن هذا الشي هذا كامل سيجب أن نحاول نضغطه ونبجغه لكي نخرجه بواحد القضية تستوعب كل هذه الأمور مثلا سنقول أثره بدأوا بقضية الغيرة أثر الغيرة على على سوء معاملة رقية يك أثر الغيرة على سوء معاملة رقية بتزويجها ممن لا يتحمل المسؤولية مع رضاها بقضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره فهمتوا يا إخوان دبا هنا شو ندرنا شو تدينا ذك شي اللي مركزي هاد أثر الغيرة على جبدالي لأنها كنا في سورة يوسف طبيعة الحال صافي مشينا للزواج مشينا أنه ما كيتحملش مسؤولية لأنه وعدنا درس في هذا شي وعدنا قضية أنها راضية بقضاء الله وقدره مزيان إذن هاي القضية المؤطرة الوضعية اشرح سطلاحين ما تحتوي خط عندنا هنا المسؤولية بيnot بزايد الدعم الدم في الدس دليل الوفاء بالأمانة والمسؤولية وقال لهم واحد المشكل هو أنهم حافظين التعريف دليل الوفاء mit المسؤولية لأنه في المحور حسب الإطان مرجعي دليل الدرس دليل حق الله الوفاء بالأمانة والمسؤولية أول محور الوفاء بالأمانة والمسؤولية المفهوم والتجليات صافي المفهوم والتجلية فكين بعض التلميذ اللي يحفظوا عند الأستاذ ديالهم مفهوم الوفاء بالأمان ومسؤولية حافظها كمركب كامل الوفاء بالأمان ومسؤولية نقاط وحافظ تعريف لكن تقدر تلقى في امتحال جاوي أنهم يقولوا لك عرف الوفاء بوحده أو للأمان بوحده أو للمسؤولية بوحده تفقنا يعمل الوفاء بوحده أو للأمان بوحده أو للوفاء أو المسؤولية بوحدة ولذلك هنا طالبنا مثلا أننا نعرف المسؤولية بوحدة تحمل الشخص لنتائج أفعاله واختياراته إيجابية كانت أو سلبية أمام الله ثم الضمير ثم المجتمع لعل هذا من أجمع التعارف اللي ممكن تكتب قال لك تأمل تأمل موقف إخوة رقية واربطه بموقف إخوة يوسف عليه السلام كما درسته تلاميذ هنا فالسؤال هذا ججزي الأنواع كالي غير مش غير يكتب لك غاروا منها كما غار إخوة يوسف من أخيهم وغير يسكت ممكنش الزوين الفاضل الطيب يعطوك نقطة ونصلاة ججزي كلماتها ممكنش وكي اللي غير يمشي غير يبقى يخبر علينا هناك كي يكتب لك هذا الشي كامل حيث بنت ليه واحدة ونص نقطة ونص بغير يجيبها كاملة أشنو كي دير؟ كي يمشي كي يبقى يكتب كي يكتب كي يسالي هناك يوقف لتعرفوا حلقة يا إخوان في امتحال جهوي راه كين أساتذة كين أساتذة لي لفتي لهذا البلاصة هذي اللي عاطنك هو محيط في التربية إسلامية في امتحال جهوي غتجاوبوا في الورقة تفخنا ما شيفوا ورقة تحالي كتجاوبوا في هذه كي أعطوكم حلقو كي أعطوكم فراغات صابي يجب أن تكون هذه الورقة نقية حلقة خرجها من الحمام صابي وهنا يجب أن تحتارم هذه البلاصة لذي أعطوك الجو فيها بمعنى كين بعض تلاميذ كين يكتب لك ناية ولقد كان الناس كدب بتي كي يبقى يكتاب مثلا أنا كان خربك دباب طبيعا تيبقى يكتاب ومليك تسالي لهذه البلاصة كي يقول لك كي يدير لك بحالك تيقول لك أنظر أسفلها كتمشي الأسفل تناية ما كي يبقاش لك يقول لك أنظر إلى الخلف على اليسار كي تقول لي بحالة هارب فأمتي بحالة معلق لك في الورقة وتابعونها وهذا جميع الأساتذة بيلستنا إلا قليلا وعندهم الحق ما تبقوش غادين كيتبعون لك الأدراء ديالك لك شلاش الجواب ديالك مدام وما عاطنك فوح البلاصة فهم ينتظرون أنك تجاوب فهذا البلاصة هادي جواب كافي صافي مزيان احنا تكلمنا على هذه النقطة دي وديما يا إخوة نتابهوا لهذه القضية هذه ديال شحال من النقطة على السؤال ما يمكنش أن السؤال عليه نص مقطة ونكتف فيه أنا سبعة سطورة وما يمكنش أنا سؤال عليه نقطة ولا نقطة ونص ونكتف فيه كلمات رابين هذه يا إخوة مزيان إذن تأمل موقف إخوتي رقية واشكين هنا شي سؤال ما زال ما عندي السؤال وربطه إذن ها والسؤال أننا نربط بموقف إخوة يوسف عليه السلام كما درسته مزيان أشن الجواب اللي نقدرون نديره هنا الله يرد عليكم أنا عارف بلي بزاف ديالتلاميذ مشكلتهم هي هاد الأسئلة اللي فيها كيخصهم أنهم يركبوا جملة صافي يركبوا جملة كينا بعض التلاميذ اللي غديمشي هنا ويقول لك أنا خسين استادل إذن خسين نكتب الآية خسين دير الآيات نكتب الآيات لا قال لكم ما واربطه ما قاش لك مستدلا ولا استدل ولا شي حاجة بحالك صافي تفقنا مزيان إذن قال لك تأمل موقف إخوتي رقية واربطه بموقف إخوتي يوسف عليه السلام هادين جاوبوا ببساطة صافي هادين جاوبوا ببساطة هادين قولوا إن غيرة إخوتي رقية منها قد أدى ولا أفضى إلى إذايتها بتزويجها بتزويجها غصبا مثلا مع أنها هي في الخرضات لكن بتزويجها غصبا أو لم يمن لا يتحملوا مسؤولية وهذا نفسه ما حصل طبيعة الحال شوف ما تقولش لي ما حصل لي يوسف عليه السلام حين غرى منه إخواته وتسكت لا حيث ما قال ليك كما درسته بي مع نفسك سعطا ومشي معلومة تبيل ليهم بل أنت مثلا واحد واحد الأخت قاتلية غيرت إخوة رقية وتدبيرهم لخطة التي تخلص منها وهذا ما حصل مع يوسف عليه السلام لا هذا جواب خطأ لماذا؟ حيث أنت فصلت في رقية وما فصلتش في قصة يوسف غسك تعكس ما نفصلش في رقية لأنها عندي في الوضعية ولكن نفصل في شنو ترى ليوسف عليه السلام شنو ترى ليوسف عليه السلام مع إخوتي تفقنا إذن لابد أن نبين شنو قعنا إذن إن غيرة إخوتي رقية منها قد أدى إلى إذايتها بتزوجها غصبا وهذا نفس ما حصل مع يوسف عليه السلام حين رماه إخوته في غيابات مش تبينيهم عني حافظ زيما ما تقولش لهم لبيع في غيابات الجب تفقنا بعد أن تمانهم أبوهم عليه وذلك بسبب غيرتهم منه إذن بينا أنهم رماه في البيع وبينا باللي إحنا عار في القصة فهمتوا بينا باللي إحنا عار في القصة وهاني جبتها مع جسطورة الإخوان اللي عندهم الخط عندهم الخط بحل فهمتوا الخط خارج لهم من من أطاقون تايتن فهمتوا شنجي كينو كيو جن أدوك الناس ما كندوش معاهم أدوك الناس عندهم خط كبير تكتب خط كبير فهمتوا حاول تجنب لأنه ونتا خسك شاريج ديال الخطوط عد تكمل الفكرة ديالك فحاول الله أرض عليكم من دابتش بدأت تتريني على الخطة ديالك وعلى الطرف النقيد دوك الإخوان اللي خسنا مكبرة ماشي مكبرة خسك مجهر إلكتروني باش مش تشوفها دراتهم كيكتبوا بحل النمل كيمشي خسك تكبر الخط ديالك فحاولوا الله يرحم والدين كم من تلميذ ذكيين جيد في جوابه متمكن من دروسه ضابط لمسائله إنما ضيع نقطته في الامتحان الجهوي خطه فقط فنتابهوا يا إخوان القضية الخط الله يرضي عليكم صافي انتابهوا القضية خطرها مهمة بزف مزينا ندسوا السؤال الرابع ما موقفك من تصرف الأخ الأكبر لرقية استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدد المواصفات الواجب توفرها في الزوج هذا سؤال بياجي يا إخوان خسك تنتابههم زيان وتكون واعي هنا قالك ما موقفك من تصرف الأخ الأكبر لرقية ما هو التصرفات اللي دارها دخوة الكبيرة في هذا الشيء قالك فسارع الأخ الأكبر إلى تزويجها من ابن عمها المعروف بعدم تحمل المسؤولية إذن عندنا هنا يقدر شي تلاميذ يمشيه مع قضية أنه زوجها بلا ما تبغي أو لا بلا شوارها وكين شي تلاميذ يقدره يدوب على أنه زوجها الواحد لا يتحب المسؤولية انتم منه تفهمون يا إخوان هذه النقطة دقيقة بزاف دابا هنا كين الموقف ديال أنه زوجها ضغياء بلا شوارها حي تغير منها ومثلا ندخل هذا سيقول لك لا مخسوش يغير منها لأنه أخته وادي 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 وكين اللي غادي يدويل أنه مخسوش زوجها من واحد ما متحملش مسؤولية باش أنا غادي نعرف إنا وحدا قصدين لي هنا المعلم والمعلمة فين كيبان الدور ديال تتمت السؤال أشقول يا أومر استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدد المواصفات الواجب توفقها في الزوج مزيان إذن شكي قصدو لي ديالناس هذا كي قصدو لي أن الموقف اللي خسنين قول أنا واش كان عرضه ولكن وافقه هي أنها دخول زوجها من واحد لا يتحمل مسؤولية مش يمن أنه غار منها وزوجها بلا خبارها فعمتو لله صافي مزيان مزيان غادي نعطاكم واحد صيرة دي ما اعتمدوها فاش بغاو يديروا الموقف صافي مزيان إلا عندك تألك كنتي موافق كتب أوافق أوافق كنتي معرض أسلوعا كتب ماشي لا أوافق كتب أعارضه طبيعا لحال أنا ما قلتش لك لا أوافق ما صحيحاش ولكن الله يرضى عليك الأستاذ كي قدر يكون داخبك ترى تصحح أو لديك لأ انت كدلها بحالك فانتي بحد شي نجيمة خرباشة السينياتور ديالشي قنفود فانتي فالأستاذ كتب لي بحد شي نجيمة وكي سحبك كتبت لي أوافق فانتي إذا من الأحسن كتب يا أوافق يا أعارض صافي يا أوافق يا أعارض ما تكتبش ليه لا أوافق كتب يا أوافق يا أعارض مزيان أوافق هذا عقلوا على هذا الصغة الموقف ولا الفعل ولا القول ويمن لي عندك على حساب شنو قالوا لك أنت أدير هذا ولا أعارض مشيو حلم عن لي عندنا هذا الموقف وفتعلي نقول لأنه يتوافق يتعارض مع تعاليم الإسلام التي مع تعاليم الإسلام التي ونشوف واش عندي قيمة من القيم صافي ندير دعت إلى مثلا نقول لك واحد سيد ما كيفيش بالأمانة غني نقوله دعت إلى الوفاء بالأمانة ومسؤولية عندي أحكام الزواج مثلا نقول لك واحد سيد زوج بواحد سيدة ومع طاقة صدق دياله كتقول لتي بيّنت أن غتقول لي بيّنت أن مثلا الصدق ركنه من أركاني الزواج إذا سوى دعت إلى ولا بيّنت أن صافي وكتكتب التعليل من الدرس هذه صيغة تخليك مهني بالنسبة لإخوان اللي ما عندهم مش أسلوا بزا ما كيخافوا أنهم يبدوا يكتروا لأدراء ولا يختصروا بزا إذا شونا عندي هنا يا قلنا قد نجيب الموقف على أنه زوج من واحد لا يتحمل المسؤولية صدق إذا قد نقول أعارض هذا التصرف لأنه يتعارض مع تعاليم الإسلام التي دعت إلى تزويج البنت ممن كان متحملا للمسؤولية وصاحب خلق ودين نوقف هنا لا بقي عندي تتمة دي السؤال السليلة بحديث النبي صرعون الذي يحدد المواصفات الواجب توفرها في الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من تعضون دينه وخلقه فزوجوه زوجوه وانكتبت الجواب صعب كينتا إذا خطب إليكم نعم إذا جاءكم ولا إذا خطب إليكم فرواة وحدة أخرى صعب من حسن إيمان رقية أنها استسلمت لقضاء الله وقدره مزيان حدد بعض آثار الإيمان بالغيب على سلوك الفرد واخر يا إخوة الله يرضي عليك ما ليقولوا لي حدد مش مشكلة الجواب يكون مباشر نكتب من آثار الإيمان بالغيب على سلوك الفرد جنوقات ثلاثة العوارض ونكتبهم ما ليقولوا لي بيين بيين نخسي نفصل نكتب كل وحدة ونبينا كيفاش كيفاش كتعاوننا مثلا ولا كيفاش كتعاون رقية على هذه الشيات صابي إذا كين فرق ما بين حدد أذكر بحل حدد ولا كين بيين ولا إشرح ولا فصل رمشي بحل بحل صابي ما دي نقول من آثاري زيدك شبولية من آثاري الإيماني بالغيب على سلوك الفرد لمشا قال لي مثلا الشعور بالطمأنينة لا يا إخوة اللي قال لي مثلا الشعور بالطمأنينة لا علاش لأن الطمأنينة في التصور نحن في المحور دي الدرس للإيمان والغيب عدنا أثر الإيمان بالغيب على التصور والسلوك إذا مثلا ردي نقول من آثار الإيمان بالغيب على سلوك الفرد تحقيق الاستقامة على شرع الله أيه ندر أيضا التخلص من العجز والكسل مزيلا ومثلا ندر المسارعة إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي وإن كان هناك في أمنا تقارب بين قضية تحقيق السيقامة وما بين هذا سادسا ورد في الوضعية أن المسلمين عند شروطهم أذكر ثلاثة شروط وافق عليها رسول الله في صلح الحديبية مع التركيز على تحليل الشرط الذي كان نقضوه سببا في فتح مكة عليش نقاط عليش نقاط إذن غدي يعطونا نص نص على جوش الشروط وذلك الشرط الذي سنركز عليه غدي يعطونا عليه واحد صافي إذن أذكر واخر سنقول من شروط صلح الحديبية نقاط نجي مباشرة ونكتب يلا زيد زيد عندنا ربعا هذه الشروط بشهورة صلح الحديبية نكتب الأول الهدنة لمدة عشر سنوات مزيان تأجيل العمرة إلى العام المقبل والعام القادم صافي والثالث اللي خصنا نقوله هو اللي غدي نفصلو فيه مع التركيز على تحليل الشرط الذي كان نقضوه سببا في فتحي مكة أشنه هو أشنه هو أه نسيت نسيت لاسمحوا لي الهدنة هنقوله يعني بح Reach لهم عشر عمر المقبل مثلا انضمام القبائل إلى حلف َ المسلمي NAS أو حلف قريش بمعني الأخرى هي إقامة الهدنة لمدة عشر سنوات وهذا الشرط نقضته قريش حين أعانت قبيلة بني بكر بالسلاح لما كانت في حرب مع قبيلة خزاعة أترى أخذكم تكونوا ضابطينوا في الدرس إذن عندنا من شروط صلحه دي بتأجيل عمره العام المقبل انضمان قبائل حلف المسلمين أو حلف قريش بمعنى من شاء منهم أن ينضم إلى هؤلاء انضم ومن شاء أن ينضم إلى هؤلاء انضم انضمت بطبيعة الحال خزاعة الحلف المسلمين وانضمت بني بكر الحلف قريش الشرط الثالث هو إقامة الهدنة لمدة عشر سنوات وهذا هو اللي خلفته قريش لأنها محترمت هذه الهدنة حين أعانت قبيلة بني بكر اللي كانت مضم لها بالسلاح من اللي كانت هاد قبيلة بني بكر مع قبيلة خزاعة في حرب أذكر نتيجتين من نتائج فتح مكة أذكر بطبيعة الحالة ما غديش نفصله فيهم لولا مثلا من جوج من نتائج فتح مكة غدي نقوله مثلا دخول سادة قريش إلى الإسلام ولا دخول المسلمين عموما إلى دخول كثير من قبائل جزيرة العربية إلى الإسلام ونقوله مثلا تحقق وعد الله تعالى للمسلمين بفتح مكة لأن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين بالنصر صافي نعم قضاء على الشرك وعبادة الأصمام كل شيء يصحح صافي دخول الناس إلى دين الله أفواجه مزيانة شيء كله صحح أعلمون هذا سؤال مباشر ثامنا جاء في الوضعية أن المعاشرة بالمعروف هو سبيل من سبل تحقيق مقاصد الزواج أذكر مقصديني آخريني معززا جوابك بالدليل الشرعي المناسب مزيان أعطوني قال لك جوج مقاصد من مقاصد الزواج وتعزز الجواب ديالك بالدليل الشرعي المناسب يالله زيد المقصد الأول شنه هو شنه هو التعريف ديال الزواج عدنا ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجلين ومرأتين على وجه الدوام غايته بمعنى كندو على المقاصد هنا غايته الإحصان والعثاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزواجين صافي مزيان عشنا قد نكتب هنا ندروا الإحصان والعثاف ندروا مثلا تحقيق المودة والسكينة ولا إنشاء أسرة مستقرة ومثلا نعز الجواب الدليل الشرعي ندروا ومناياته الخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صافي حدد موقفك من السلوكات الآتية مع التعليل زارت مريم عرافة عرافة زعمة مش عويدة زارت مريم عرافة من أجل يطمئناني على مستقبلها الموقف كتجينا مباشرة وكتقول أعارض والتعليل لأنه لا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى صافي؟ لأنه لا يعلم الغيبة إلا الله كيلك يمشي مثلا يقول لك لأن هذا شرك بالله أو لا هذا من الأفضل أنك تقول لأنه لا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى واتشرها قرأته في الدرس اللي هو الإيمان والغيب في المحور دي المفهوم الغيب ودلالة الإيمان به تزوج أحمد ليلة واتفق على أن يكون الزواج لمدة ثلاثة أشهر بطبيعة الحال هنا سنقولوا عاوتني أعارض هدوا مزوجين زواج مؤقت صافي؟ هدوا مزوجين زواج مؤقت لماذا سنعرضوا؟ سنقولوا لأن الزواج يكون على وجه الدوام نحن حافظ في التعريف ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل ومرأة على وجه الدوام على وجه الدوام مزيان كي نبعد التلاميذ كي يسحبون هنا التعليل هو أنك تعطي دليل لا التعليل هو تقول لأنه وتشرح من الدرس صافي؟ التعليل هو أنك تقول لأنه وتشرح من الدرس هدوا التعليل معليلا جوابك هي أنك تقول لأنه وتعلل من الدرس الدليل هو أنك تكتب الدليل فلذلك لا يطلبوا منك أنك تكتب لكل موقف هنا يا دليل هذا التعليل ماشي الدليل صافي؟ مزيان تابول هذه المسألات اتبق سعيد وبدر على اقتسام ربحي تجارتهما فأخلى بدره بشروط الاتفاق طبعا الحالة ستقول وعارض صافي مزيان كالك يكتبنا يجوز ولا لا يجوز صحيحة مش مشكلة لأن زيد شنو التعليل اللي سنقوله الإسلام أمر بالوفاء بالعهود وعدم خيانتها مزيان زوج الأب ابنته لابن أخيه دون مهر مزيان شوفي يا إخوان بعد المرات الكلمة هذي كان بعض التلاميذ ما كيعرفو شنية المهر هو الصدق صافي المهر هو الصدق يسمى الصدق يسمى المهر أيضا دون مهر مراعاة لظروفه المادية الصعبة اعود تاني هنا وعارض او لا يجوز وعارض طبعا الحال غدي نقول لأن المهر مش نبيه لهم بلاينا عارف ليش كدوه او للصدق ركن من أركان الزواج لا يجوز اسقاطه هذي مزيان استدل بالشواهد القرآنية المناسبة من صورة يوسف عليه السلام على ماري يا إخوان قضية القيمة أو للمضمون لأنه صورة يوسف على حساب الإطار المرجعي طالبي مننا خمسة ديال الحواج صعب يا أمو خمسة ديال الأصابع نقلبوه محسن بحالك المضمون يعطوك مضمون ويطلبوه منك الآية دياله أو ليعطوك الآية ويجبدوه المضمون بحال هنا عطلنا مضامين وقالو لنجبدو الآية دياله كان القيمة يعطيك القيمة ويقولك جبل لي الآية دياله أو ليعطيك الآية ويقولك جبل منها قيمة وكي الأحكام وكي الدرس وعبها وكل وحدك كان عندك كيفاش دي تكنيك كيفاش 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 بده تآمر الإخوتي للتخلصي من يوسف عليه السلام شنهي الآية تآمر ديالهم شوف ما الأحسن قبل ما تبدأ الآيات تفقنا قبل ما تبدأ الآيات حاول تقرأ شي كامل بش ما شي تخلط لك شي معاشي صافي إذن عندنا تآمر الإخوتي للتخلصي من يوسف عليه السلام وعندنا اعتبار قصة يوسف من أحسن القصص القرآني وعندنا دعواته عقوب عليه السلام يوسف عليه السلام إلى كتما نرؤ يعني أخوة وعندنا موقف الإخوة من حبي عقوب لابني ويوسف أخيه أنا نسكت لكم أنا كان خسكم لابد تقع هاتك اللي كان هنا ممكن أنه يمشي ويبدأ يقول الله سبحانه وتعالى إذ قالوا لا يوسف أخو أحبوا إلى أبينا لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف أخو أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في نظال مبين لا هذه تخدمانا بمعنى اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلوا لكم وجو أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلوا منهم لا تقتلوا يوسف ألقوا في غيابة الجبيل تقتلوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين هذا هو التآمر مزيان وشنو غدين قلوا قالوا الله سبحانه وتعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجو أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وبطبع الحال تقدر تزيد قال قائل منهم اتكمل لا تقتلوا يوسف ألقوا في غيابة جبيل تقطوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين مزيان اعتبار قصة يوسف عليه السلام من أحسن القصص سأل هذه من أحسن القصص سأل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين لكننا احنا ملاحظة أيها الأحباب الكرام أن الله يرضي عليك ما قالوش لك ما تشكلش ما تشكلش ما تقاش تعلق فين تفلق صافي ما قالوش لك ما تشكلش علاش كنتم يجي تشكل علاش ما تشكلش ما تشكلش الله يرضي عليك صافي مزيان إذن إلا ما تطلبوش منك الشكل ما تشكلش وغالبا ما كيطلبوش دعوتي يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام إلا كتمانره يعني أخوة بطبيعة الحال قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين مزيان موقفوا الإخوة من حب يعقوب لابن يوسف وأخيه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين مزيان أيها الأحباب والكرار لعلنا أنهينا هذا الامتحان ولله الحمد باقي إن شاء الله غادي يجي الخدمة سأولى لكم التوفيق حول التسفدون من هذا النصائح وبطبيعة الحال اللي بغا يلتحق بالعرض دي المبادرات أجيب النجاح أوهي النمر 096553280 رابطا بطبيعة الحال فيه لايفات أسبوعية فيوم شرح الدروس إجابة على التعمار حين اشتغال على منهجية إجابة على الأسئلة واشتغال مكثف في امتحانات الجيوية إضافة الملخصات سأول الله لكم التوفيق والسداد وإداية إلى سبيل الرشاد اعتنوا بأنفسكم وشكرا على المتابعة يلا الله ينفق السلام عليكم